فالسة الأولى لمجلس النواب الجديد طبعاً كان فيها ميزة أساسية شو هي الشوب الشوب بكل أنواعه الشوب السياسي والشوب المرتبط بالطقص والحرارة والمكيفات بالمجلس مطفيين ضلت الرئيس بالنظام بدنا المكيف شوب كتير هون تحملوا تحملوا العالم يعني بلا كهرباء فايزة هاوة هاوة فايزة هاوة افتحوا شبابيك الرئيس بري بصراحة كتير بيحسب الناس وعايش متلون بها الشوب بالظبط عنده خمسة أمبار بعين التيني وأنجا قادر يدور مروحة وبالعلامة من كم يوم تكدي جونكتور برا على العمود لأنه سترندة دورت الغسالة فبعت الرئيس بري أبو خشبي يرفعو هلأ بيقطعوا الكهرباء معنا غير هالشمعة فوت ضويلي شمعاتي هلأ كمان النائب بلال عبد الله ما كان عم بيطلب المكيف كرميله بصراحة عوزو باللزة لما كان خايف أنه كطبيب يضطر من الشوب يعمل إسعافات أولية للنواب يلي ممكن يختنقوا شفت كزا وجه صاروا صفر فخفت عليهم كطبيب بها بس حبات أنه مشين ما أضطر إسعافهم بعدين هي مثلا عندكم النايب حسن فضل الله بعدهم شوب من نتائج الانتخابات والخرق يلي عملته المعارضة بالجنوب وصار يتسمسم على نواب التغيير بس اسمعوا دستور وحكوا قانون هلأ مش بالشارع عم نتظاهر نحنا عم نحكي بمجس نواب هلأ اللي جاب الأشكال دين ما هو كمان مش قليل التظاهرات تجيب نواب ويصيروا وبدن يعملوا قلق بقلب المجلس بصراحة ما كنا سلطة ببعض ومبسوطين ومبوردين والأمور تمام تمام نبيه برّة كان مشوب من العدالة واللي انكتب عوراق من نواب التغيير كرسائل سياسية بيّن انه مزعوج منه وصار يقراها بمحلات العداء وشوي منسمع اسم لقمان سليم سلمان سليم مثلا العداء العداء للنساء المغتصبات مش فهمك كملة خالص مش فهمك اسكوزمي يا جماعة وانفعل على بولا من الشوب اسمعي يا خلاص هلأ النايب سامي الجميل خبر الرئيس برّة بقلب الجلسة انه ماشي لقواس برّة وهون كان قصده عن جامعته اللي كانوا عم بيحتفلوا يعني بس بفوزوا بس وين برّة؟ معقولة كانوا شرطة المجلس عم بيقوصوا أنا بقول ما بيعملوها أبدا ما بيعملوها لأن شرطة المجلس شوفوا كيف منضبطين أصلا شرطة المجلس ما بيقوصوا بالعالي عطول عصايم سألوا النايب في راس حمدين حمدين وقف قدام شرطة المجلس أول ما وصل على مبنى البرلمان وحط إيده على عينه كرسالة اعتراض على الرصاص يلي قوصوا شرطة المجلس على متظاهرين 17-20 ورسالة تضامن مع الشباب والصبايا يلي فقدوا عيونهم خلال التظاهرات بس كيف رد الرئيس بري على سامي الجميل هلأ منرجع على موضوع الرصاص؟ ماشي لقواس والله عملت بيان يا أفر عملت بيان وشو ديعمل؟ بالحق يا بوي أمي عملت لي ما عرفت أنني نجحت عمل الصونية بطاطس طيب هوا عمل بيان يعني عن جات كتر خيره الرئيس بري طلع بيان طلب فيه من المسلحين ميت القنار ابكي هاجا بس مما أنه الكهربا مقطوعة ما شافوا المسلحين البيان فمعزورين لأنه صاروا يقوصوا وبالأخير الرئيس بري عمل اللي عليه شو بيقتل حاله يعني كرمال الناس ما تنزعج؟ أو كرمال ما يموت حدا برصاص طايش؟ سخفة دي فيه ديمقراطية الزلم اللي بدو يصهر عليها ماشا الحال مش فاضي يعني بصراحة لكن هل عليك؟ يا أخوان كل واحد محلو إذا بتنجو يا أخوان إذا ضلينا هاك أبنو خصش لبكرة هلأ لا بري عارف كيف أصول الانتخاب ولا النواب ولا عم بيسألون كيف بدكن تنتخبوا خبروني إنه سيسرونا مش فيه قانون بيحدد كيف بتصير العملية هول اللي هن مفروض مسؤولين عن التشريع يا جماعة وبري صار مشارك بسبع جلسات للانتخاب وبعده كل مرة بفاجئنا بتخريجة جديدة بقالية الاقتراع بس لأنه ضد عقله يعتمد الاقتراع الإلكتروني ولأنه بده الإشياء تضل تصير بالفوضى والصخب والضجيج ليضل هو عم بيستعمل مطرقته ويضل يحس حاله إنه هو نازر بمدرسة مشاغبين ومشاوبين veckوات اساورة ضلية بمدرسة مشاغبين ومشاوبين موسيقى ما فيك تقولي انك انت عارفة انو طالعا برحا هيك كانت شوو اللي هيك نحنا عملنا لكم سوزبانس بالبلد دحكنا عليكم لاشفي حدا بيسترجي ينزل بوجر للرئيس بالرق تعب ليكي في عندي كم سؤال بدي اسألكي اول شي مبروك انت رحتك من فرحتنا نحنا بارك بعمرك شوفي لابتلي التاقية بجنن بجنن التاقية اه اولى بدي هيك تروح يتقادي محلي حتى قاعد هيك شوية تشاور أنا وياكي جاي جمالك يا داليا شو عامل بغيبتك لا والله ابدا على الفرحة اه يلا هيين هيين لحظة لها اطرق مش تنرصاص قبل ما نبلش يلا يلا ها هيينة بتول خليني شال بس التاقية ايوه مشان عيتاني ما يزعلش بالإضاءة طيب ما فينا نفرح بلا ما يكون معنا سلاح كيف انا نسمع العالم انه نحنا فرحانين لا بل العالم كلها سمعت انكم فرحانين اذا انا وقفة بالشيح كيف دو يعرف على المكاسد انه اني فرحانة لا ولاو هو صح يعني الرئيس بري قالنا ما تعصوش ايه بس هو قالنا هيك لانقوس مش هيه اه واضحة واضحة تويخزينيش على صوتي يعني من كيف السراء لا 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 صوتي كي بياخد العقل لا لا طبيعي حقكم يعني سكسي ايه سكسي هيك مش كنتوا عطلانين هام ما كنتوا ضامنينا من قالك من قالك ده تبلششها لا انا تبلششت هجمي علينا يا حبيبتي طبعا ضامنينا طيب فاذا بس احنا عملنا لكم هذا جو التوتر خلينا شوي بعض العالم والاحزاب اتفكر حالا انه هي قصرت فينا بس احنا كنا مأكدان انه الرئيس بري نحو السابعة ونحو السابعة عشر انتوا كنتوا مفكرين انه بعض الاحزاب بتقدر تأثر فيكن ولا كنا دفنين وسوا وماشي الحال ومتل ما انت قلت كانت مسرحية ومسرحية حلوة كتير هالحاكي 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 بديك طلع كل شي من تحت الطاولة يا داليا لا طب قال لي فيها اسرار انا وبو خشب منعرفها انت مش لازم تعرفيها ولا المشاهدين بس ما هو المشكل انه الناس عارفة هي هيك ولا هيك هي شوفي لأقلك يا من الاخر نحنا جبنالو النايب الرئاس عادان انا بقلك شا اوليلي بس ما بدناش تقول لحدها انا كتوافع باب المجلس حامل وراق عليا نبيه بره نبيه بره نبيه بره قيت عم وزالو نياه للناخبان مع كلام بنزان ما في داعي حالما هني انه وابني معاش المشاه ما في داعي طوبريني ما هو الرئيس بري اصلا اصلا سمعلو نياها طفع على سبيل المثال ما هو قال بالجلسة قالوا يعني على سبيل المثال وللحصر مدري شو بتحطوا نبيه بره صح ما هو ليه ما عارفني انا وقف بره كنت اي عم بعطيهم اللي هلأي مش لايحة بس ليك انت كنت عم تعطيهم قالوا البنزان لشو ما حرم البنزان لتولعي فيهم ولا تعطيهم لا يا حبيب ما البنزانك ترسر غالي يا داليا اه والنيب شو ما عاشوا قصاش بالشهر شو ما عاشوا عشر ملايين صح ارشاعة دولار صح يا داليا معاك حق والله شفتي ليش بحق دولار دولار شفتي يعني بيعرف كتري يعني معي خبر المهم يعني انتو كنتو ضامنينا ونحنا هيدا اللي شفناه كان عرضات ما في شي يعني من الحقيقة قرفتي و الزمط هك الزلم هيدا كله كان تمثيل بتمثيل طبعا تمثيل يا حبيب طب فيش غيره مرشح على الرئاسة انو مين يعني معقول تجيبه انت جاوا بيني مين نطور البنية اللي عنا طب لكن مازالت كان معك بنزين ايه مش كان اصبط لو بتمدوا شوي وبتعطوه لرئيس نبيه بره اول شي كان في مشكلة هو عم بيتقبل التهاني فجأة راحت الكهرباء طب ولا ما من وراء العونية دورو مطور ما من وراء العونية بعدين بدي خبرك شغلة تاني عم تعطي بنزين انت لالنواب صحيح صحيح طب ما هالنواب كانوا معترين جوا بقلب الجلسة شوبان كتير يحسوا مع الناس اللي قادي بلا كهرباء يحسوا مع الناس اللي معاش تاكل طب انت طب انت طب انت 24 24 الاركنديشن داير عال 16 شو طب لايكي وليه انتم ما بتحسوا مع الناس وبدل ما تعطوا البنزين لالنواب تعطوا للناس بدلت ضلت يزركني بالأسطل يا عمي والا لا يا باتول لحتى يفقع الشرش الحركة معي قسة وكسر الستيديو وعملوا ساوي بالجداد انا كنت وافعة باب المجلس قطعت النواب واشرفت كل شي ووراق بالجياب وكلام بنزين مع الشوفيرية طب عولون ورجعت دغرين طلقت انا تركت هونيك كله ماشي الحال رحت ادام عن التيني ادام عن التيني كان فيه فرق الدراكلة ايه درك صح ايه الدرك كانوا عميدي بكوا هونيك نسيو شوها نسيو كل شي هنمان قولا منتبعين ويلا بلشت الدبكة صح بلشنا ندبك كيف قلبني يا ويلي ما اللح يارت كل شعر فيه انتخابات كلنا تجيج وهك كمان أكلتو تجيج عن جد ألف هنة ألف هنة بالمرحلة الجاية يعني شو هيكي توقعاتكن شو مخططاتكن تعفي انت يعني هلا انت جايبتيني يالا تستنطقيني يالا أنكن مهاج بين الرئيس بر كتير وبتكن عنا اللي تبطب لكم الحلقة مشا ما ينجموش عليكم على التلفزيون أنا أكثر تحازي هلا يا داليا ختام فكرتي معك إسا بدي وجه حديثة لشباب الحركة شوفوا يا حبيباتي إسا ها الحلقة أنا عارف إني شو عاملين مهاجمين فينا كتير بس كرميل بطول وكرميل عيون بطول وبطول هون إيدكن اليمن ما تخافوش علي بتاخد حقكن محدانش يعمل لردت فعل وتجرسونا وايك تركونا مبسوطين نحنا اللي ربحانين شو ما قالوا حلقة وبدأ تمرق بس ليك يا بطول بدي أطلب منك طلب لو سمعتني قولي لا معلاش أنت جمهور الحركة بيسمعلك مهاجم لك أوك أول شي بدك تبلش بحالك نحنا السلاح بدناش الفرح فرح قولك ما هيدا بلاستيك يا داليا بدناش بدناش يا حياتي شوفي ها ما طلع ما طلع فأصبع عن بطارية عشان أنا السلاح الحقيقي خلصته أول يام طب ليه يا بطول طب ليه ما بتعرفوا أنه فيه ناس أحيانا تتأذن منها السلاح وفيه ناس تخسر حياتها فيه ناس لازم تعرف أنه أنت بعدك قوية لبنان من شماله لجنوبه ملان السلاح خاصة تحت يعني الأرض ميلي هاك من وقال تخلينيش أفضح تحتوح طوطان يا داليا ألفة بروك يا بطول حبيبة قلبي أنت تسلميلي تصلحوا على خير وانت من أهل الخير لنقوم إنها